أشهد مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي بجهود المملكة العربية السعودية بالتوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وقال في تغريدات له بتويتر هناك جهود كبيرة بذلت الشكر لفخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي الذي كان ولا يزال أبا وقائدا للجميع الشكر لسمو الأمير خالد بن سلمان وسفير خادم الحرمين الشريفين والفريق الذي عمل معه الشكر للفريق الحكومي ولإخواننا في المجلس الانتقالي ولا بد من استكمال المشوار وأضاف أن ما تم التوصل إليه بجهود الأشقاء في المملكة يحتاج إلى شجاعة أكبر لنتجاوز النصوص إلى الواقع ونخرج من التنظير إلى الميدان ونغادر الشعارات لنلاقي هموم الناس لافتا إلى أن الناس تحتاج دولة وحكومة فاعلة ونظام وقانون وشراكة وهذه وحدها هي من توفر الخبز والأمن والعدل والحرية وتابعا نريد أن نمنح الناس أملا حقيقيا وليس مجرد وهم ينتهي عندما تجف الأحبار فالشعب يعاني من أنزمات متعددة وقاتلة الشعب يجوع ويتعب ويموت وليس هناك أكثر جبنا من التردد في فعل ما يريده الناس لم يعد في الوقت متسع لمزيد من معاناة أبناء الشعب لتتوحد الجهود